تمكنت الفرقة الإقليمية للذرك الوطني بعين الكرمة من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة كانت بصدد تمرير شحنة من مخدرات باتجاه ولاية وهران هذه العملية النوعية جاءت بفضل استغلال الأمثل للمعلومة والتنسيق المحكم بين وحدات المجموعة فضلا عن وضع خطة ممنهجة ومدروسة للإيقاء بالمتورطين أفضت إلى توقيف شخصين ضبيطة بأحد شواطع دائرة عين ترك كانت بصدد استلام شحنة من المؤثيرات العقلية القادمة من إحدى الدول الأوروبية وبتكذيف تحريات والتعمق في التحقيق تم توقيف شخص آخر ينشط ضمن عناصرات الشبكة الإجرامية أصفرت العملية عن توقيف ثلاث أشخاص في الثلاثينات من العمر وحجز 14487 قرص من المخدرات الصلبة نوع إكستازي وكذا 206 جرام من مسحوق هذه المادة تم تقديم الأطراف المعنية أمام سيد وكيل جمهورية لدى محكمة عين ترك حوله جناية تهريب على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني والصحة العمومية والقيام بطريقة غير مشروعة باستيراد المؤثيرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة